اشتركوا في القناة وقلوا رئيسة اللجنة المنظمة تواجه المرأة تحديات عديدة لكننا مستعدون بجانب الرجل من اجل انجاه هذه المرحلة الانتقالية وقدم الأمين العام النائب برئاسة الوزراء انجراجينا روباكوة كلمة هنأ فيها جميع العاملات برئاسة الوزراء بيومهن العالم مؤكدا دورهن المحور في مختلف العمال اليومية داخل مكاتب وأروقة رئاسة الوزراء وقد قدمت برقية شكر وعرفان لرئيس المجلس العسكري عرفانا منهن لجهوده في ضمان حقوق المرأة الشادية ويطائها مكانة بجانب الرجل وانتهت المناسبة بتقديم هدية رمزية لرئيس الوزراء من قبل العملات عرفانا منهن بدور رئيس الوزراء في ترقية المرأة اشتركوا في القناة